أولا أنا فرح لأنني أعيش أربعين سنة بعد المسيرة الخضراء وقد كان للشرف أن كنت أحد المشاركين وأحد الصحفيين الذين غطوا هذه المسيرة أقوال حدث المسيرة هي عندما عبرت 350 ألف من المتطوعين والمتطوعات الحدود الوهمية ودخلوا فوق أرض الصحراء وقد أنجزت في ذلك الوقت روبرتاجا لا زلت أذكره ولا زال جسدي يقشع الرؤ حينما أتذكره أنا لست مؤرخا للمسيرة ولكنني صحفي شاركت في المسيرة أردت أن أتقسم مع القراء مشاعري وعواطفي والبيئة التي عشت فيها داخل المسيرة الخضراء أنا خلال المسيرة كانت إداعة الجزائر اسمحوا لي بالقول بأنها كانت تسبنا يوميا وتحاول إطارة المشاكل داخل المسيرة وفي الرأي العام المغربي أظن أن المسيرة نجحت نجحت لخمسة عوامل في خمس كلمات أولا سرية ثانيا لوجيستيك ثالثا مشاركة المرأة رابعا لوحدة الوطنية خامسا حكمة الحسن الثاني في تذبيرها الإعلام يجب أن لا يكون موسميا أن لا نحتفل بالمسيرة وبعد يومين ننسى المسيرة وننسى قضية الصحراء قضية الصحراء يجب أن نلقناها لأطفالنا ولحفظتنا حتى يحافظون على المشعل المشعل هذا مشعل المسيرة يجب أن يظل مشتعلا ومشرقا طيلة ألف سنة نحن في الصحراء فوق أرضنا والعالم بدأ يتفهم موقفنا والمحافي الدولي تصف مقترحناه بأنه جدي ومعقول ودوم صداقية وكيف ما كانت الأمور فنحن في الصحراء وسنبقى فيها خالدين إن شاء الله شكرا